أصدر مركز الإنذار المبكر بحضر موت تنبيهه رقم واحد حول المستجدات العاصفة الإعصارية تيجا وأوضح المركز أن آخر بيانات التنبؤات العددية إلى تطورات الحالة المدارية إلى عاصفة إعصارية في وسط غرب بحر العرب بهبات رياح مركزية تتراوح بين 65 إلى 70 عقدة تبعد عن أقرب نقطة من سواحل محافظات بلادنا الشرقية 850 كم وعن جزيرة سقطرة 460 مع تعمقها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة القادمة ومن المتوقع تتجه بمحاداة أرخبيل سقطرة والمدخل الشرقي لخليج عدن من فجر الأحد إلى فجر الاثنين لتبدأ التأثيرات المباشرة والغير مباشرة على محافظة المهرة وأجزاء من شرقي محافظة حضرموت من يوم الاثنين إلى مساء الأربعاء ومن المتوقع أن يمر مركز عين الإعصار المداري تيج بحلول فجر الأحد أرخبيل جزيرة سقطرة بصورة مباشرة ترجمة نانسي قنقر